الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فأرحب بكم أخواني المشاهدين الكرام في لقاءات نتدارس فيها شيئا من الآيات القرآنية التي وجه الله عز وجل فيها النداء إلى الناس جميعا وذلك أن هذه الرسالة رسالة للناس كلهم مع اختلاف لغاتهم ومع تعدد بلدانهم ومع تفاوت درجاتهم في كل أمورهم كما قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وكما قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا فهذه الرسالة قد وجهت للناس كلهم فليست للعرب خاصة وليست لأهل ذلك الزمان الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم بل نداءات الله عز وجل في كتابه إلى الناس كلهم بلا استثناء يأمرهم بما يعود عليهم بالخير والنفع وصلاح الأحوال دنيا وآخرة وينهاهم عما فيه مضرتهم وما يكدر صفو حياتهم وما يعقبهم العاقبة السيئة في الآخرة ومن هذا المنطلق جاءت فكرة هذه الحلقات التي نتدارس فيها الآيات القرآنية التي فيها نداء من رب العزة والجلال إلى الناس جميعا وهذه النداءات التي ابتأدأها الله عز وجل بحرف النداء يا أيها الناس خطاب موجه لجميع البشر بل الصواب أنه موجه للإنس والجن أيضا ما خطاب الله لنا وما هي الرسائل التي أراد الله عز وجل أن يوصلها إلينا من خلال كتابه العظيم الذي هو كلامه سبحانه وتعالى كما قال تعالى وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اَسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ هذه الآيات التي فيها نداء هي آيات عظيمة آيات جامعة تشتمل على عدد من الأمور أولها النداء الرباني الموجه إلى الناس كلهم وثانيها الأمر الإلهي الذي فيه عظة وعبرة وفيه إرشاد لمصالح العباد الدنيا وآخرة وفيه التذكير بالأمور الكلية والمقاصد العامة التي جاء بها ديننا القويم والتي أكد عليها كتاب ربنا العزيز ثم هذه الآيات الموجهة للناس ليست أمرا مجردا وإنما فيها دلائل وبراهين تثبت للناس أن الأمر الذي أمر الله عز وجل به بعد هذا اللفظ يا أيها الناس أمر له أسبابه وأمر له أدلته العقلية المقنعة التي تسوق الناس للاستجابة لذلك الأمر هذه النداءات الإلهية الموجهة للناس بلفظ يا أيها الناس فيها معاني عظيمة وفيها بلاغة كبيرة وفيها إرشادات تعود على الناس بالنفع ومن هنا فإن التمعن والتفكر في هذه الآيات مما يزيد الإيمان عند العبد ومما يدفع الإنسان للاستجابة إلى أوامر الله سبحانه وتعالى وفيها كليات الشريعة ومقاصدها العامة وفيها الأوامر التي تصلح بها أحوال العباد في دنياهم فلنستمتع بحلقاتنا المستقبلة في تذاكر الأوامر الإلهية والنداءات الربانية الموجهة للناس جميعا التي فيها صلاح وأحوال العباد بارك الله فيكم ونفعنا الله وإياكم بكتابه العظيم وجعلنا ممن يتأمل ما فيه من المعاني والتوجيهات فيستفيد منه العظة والعبرة في دنيا وفي آخرته هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين